مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا البث المباشر الحصري مباشرة من القاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الجديد أين سنستقبل بعد لحظات قليلة من الآن الأسطورة محبوب الجماهير والفنان والممثل الذي أفنى عمره في زرعي ورسمي البسمة على أفواه الجزائريين هو المميز والمتميز صالح أغروت الذي سنستقبله في هذا اليوم بعد غياب ورحلة علاجية دامت لعشرين شهرا بعد أن تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا لنقله إلى فرنسا عبر طائرة طبية خاصة يوم الثامن ماي عام 2021 ها هو يكمل رحلته العلاجية ليعود اليوم إلى أرض الوطن إذن تحضروا معي السيدة نادية شريط ممثلة عن وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي مرحبا بك سيدتي إذن هذا اليوم ربما نستقبله بكل فرح وبهجة مرحبا بك عبد الرحيم مرحبا بك للمشاردين الكرام صعب أن نتحدث عن أيقونة عن شخص عن الكوميدي الكبير صالح أغروت الذي يعود إلى أرض الوطن سالم المعافى ونحن اليوم في استقباله بتكليف من السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي ونحن هنا في انتظاره سيصل في بعض اللحظات فمنذ البداية كان السيدة الوزيرة تتواصل معه بشكل يومي أو يوم بعد يوم لتطمئن على صحته وهي هنا تؤكد طبعا أمثلها اليوم تؤكد أنها جدا مصرورة بعودة الكوميدي الكبير العظيم محبوب الجماهير الجزائرية في يوم مثل هذا وهي أيضا تتابع أيضا طبعا جميع الفنانين وتؤكد على تكفلها التام والصريح بالفنانين المرضى وهي دائما تجيب حاضرة لهم فنحن اليوم نرحب بعودة صالح أقروت والسيدة زوجته فاطمة بالحاجة التي نحيي فيها ذلك الشجاعة المقوث بجانبه لحظة بلحظة والتواصل معه شكرا لك إذن أيضا يحضر معي مدير المسرح الوطني سيد محمد يحيوي الذي أبى إلا أن يأتي وأن يستقبل هذه الأيقونة أيقونة الفن والكوميديا بالجزائر الأسطورة صالح أقروت الذي يعود اليوم بعد رحلة لاجية أمضها بمستشفيات فرنسا شكرا في أعلن اليوم يعود الفنان القادية صالح أقروت إلى أرض الوطن الصالح أقروت وكما قلتم هو محبوب الجماهير قدم الكثير وسامة مفعالة في إثراء الحركة الثقافية والفنية الجزائرية نحن اليوم سعداء أيضا بعودته إلى أرض الوطن ووجود هنا أيضا رفقة مستشاري السيدة وزيرة الثقافة والفنون تمثيل لها واستقباله في مجموعة من الإعلاميين أتمنى له العودة قريبا إلى الميدان إلى الإبداع لأن الجمهور الجزائري فقط الشعب الجزائري برمته ينتظر عودة صالح أقروت وسواء في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية وانتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله شكرا لك سيد محمد يحيوي وشكر الموصول أيضا لممثلة وزيرة الثقافة سيدة نادية شريط وأيضا الجدير بالذكر أنه هناك أيضا مستشار المكلف بالصناعة السينمائية أيضا سيد نبيل حاجي ربما أيضا قد أطلب من زميل المصور أن يرافقني في هذه الصور الحصرية التي نبثها عبر قناة النهار وهي صور الخاصة بالطاقم الطبي كل التدابير الطبية وكذلك كل الإجراءات قد اتخذت على أعلى مستوى لاستقبال أيقونة الفن الجزائري صالح أقروت بعد عودته إلى الجزائر إذن هناك الطاقم الطبي كما ترون وأيضا سيارة الإسعاف التي تنتظره بالخارج أيضا إبراهيم أربن المنشط الإذاعي وابن السيدة المخرجة القديرة السيدة فاطمة بالحاج حاضر هنا لاستقبال هذه الأيقونة نتمنى أن يعود إلى محبيه إلى جمهوره إلى كل عشاقه بألف سلامة وعافية إذن نوفيكم بهذه الصور الحصرية لكواليس استقبال الممثل القدير صالح أقروت بالقاعة الشرفية لمطار هواري بو مديان الجديد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم